شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي الاتصالات والسكان وبهدف يهدف البروتوكول الأول إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لبناء مدن ذكية أكثر استدامة بما يسهم في تحسين نوعية حياة المواطن ورفع كفاءة العمليات والخدمات الحضرية بينما يهدف البروتوكول الثاني إلى تنفيذ مشروعات ومبادرة التحول الرقمي والتنسيق وتطوير آليات العمل استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة والمساهمة في التحول إلى المجتمع الرقمي لبناء مجتمع معلوماتي عصري